مرحبا أنا الدكتورة سوزان البخيت أخصائية جراحة التجميل والترميم والحروق اليومنا نحكي شوي عن عملية شد الأفخاد ما بعد عمليات التكميم هلا عادة بس يوصل الواحد لوزن كتير كبير بالطل يرجع لعمليات التكميم أو عمليات أصل المعدة عمليات البايباس حتى يتم تخفيف من الوزن للأسف لما نوصل لهاي المرحلة من زيادة الوزن إلا ما يصير فيه عنا زيادة في الجلد وتراهول بس ننحف هذا الوزن الزائد كله هلا مع الرياضة مع الرجيم بيكون النزول أخف بس إذا وصلنا إحنا نقطة معينة ما بعد خلنا نقول السترتش تبع الجلد يعني الجلد برجع لحد نقطة معينة بيكون مرن إذا زدنا عن هاي المرحلة خلص بنفقد المرونة تبعه وبيصير في عنا زيادة في الجلد والتراهول هلا هاي العمليات بتتم طبعا في المستشفى تحت البنجة العام بيكون فيه جروح حسب نوع التراهول وكمية التراهول إما جروح بشكل تي بيكون حول الفخد وبعدين في النزول حول الساق إيش الفرق بين إني بس أعمل جروح لفوق وأرفع الفخد أو إنه حتى أزيد عليه الجروح الطولي هو حجم التراهول ومقداره وإذا بدي أزغر من محيط الفخد طبعا للأسف هاي العملية معينها مجدية جدا كمنظر لكن للأسف جروحها بتكون شوي صعبة للتعامل معها الجروح اللي من فوق اللي هو بيمشي على داير ميدور الحوض هاد اللي هو من نقطة التقاء الفخد مع الحوض بيكون نوعا ما مخفي لكن الجروح في الطول بيكون شوي صعب إخفاؤه لأنه بيكون واضح بوصل لعند الركبة تقريبا العملية بتاخد حوالي الساعتين لا ممكن ثلاث ساعات تحت البنج العام زي ما حكينا ممكن يصاحبها شفط دهون أو لا حسب حالة الشخص الريكوفري منها بياخد حوالي أسبوعين عشر أيام لأسبوعين أول يومين ثلاث بيكون في صعوبة في الحركة بيكون في قلم شديد بيكون في وجع بعد ذلك بتصير الأمور أسهل وبصير المريض يمشي من المشاكل المتوقعة بعد هاي العملية هو تورم في الرجلين من الأسفل ممكن الجروح يصير فيه نسبة التهابات عالية لأنه المنطقة إحنا ما منعتبرها بالجراحة إنها منطقة نظيفة نوعا ما ممكن يصير في عنا شوية فتح في مناطق من الجروح بتحتاج لغيرات بشكل مستمر رموضات حيوي هلأ العملية بده يقرر الشخص قبل ما يعملها إنه هل هي مجدية أم لا أنا ما بقدر أنصح فيها بشكل عام لكن اللي بقوله إنه إذا كان التراهل كتير شديد ومنظر الجروح بالنسبة لإلك يفوق يعني أنت مش مرح مش رح يكون مزعج لإلك أدما مزعج وضعك حاليا بتروح للعملية أما إذا كان التراهل غير شديد وسيدة يعني أو الشخص أو الرجل قادر إنه مثلا يلعب شوية رياضة يحس إنه أموره منيحة ماشي الحال ما في داعي لهاي العملية لأنها تعتبر يعني زي ما حكيت لكم نوعا ما جروحها سيئة لكن الجروح إحنا زي ما حكينا من قبل أو بالفيديوهات اللي قبل إنه في كتير أنواع من السيليكون والليزر والأشياء اللي قادر على إخفاء هذه الجروح وبرضو في عنا هلأ صار تاتو لون الجلد اللي هو الوشن بلون الجلد الدائم فوق الجروح بيخفف كتير من آثار الجروح اللي موجودة هلأ هاي العمليات عادة ما بتنعمل إلا بعد مرور سنتين على أي عملية تكميم وذلك حتى نضمن إنه الشخص وصل لتبات في الوزن لأنه مش معقول أنت تعمل هاي العملية وترك تنحف كمان 5-6 كيلو بعديها بصفي أنت كأنك ما عملت العملية فيفضل عادة يكون في عنا تبات لمدة 6 أشهر على الأقل وما بعد مرور سنتين ونضمن إنه كل الوزن اللي أنت اللي زيادة اللي عندك قدرت تنزله بعملية التكميم بعدين نعمل هاي العملية إذا نصيحة بدي أنصح بشكل عام إنه طبعا الواحد من الأصل يحاول إنه ما يوصل للوزن الزائد نحاول قدر الإمكان نحافظ على الجسم الصحي على الرياضة على الأكل المتوازن إذا تطرينا نلجأ لهاي العمليات نلجأ عن طبيب مختص يعملها ضمن أحكام معينة لأنه كثير عم نشوف ناس مثلا أوزانهم بالتمانين عم بروحوا يعملوا أصمع ده وهذا حكي غير مطبول لأنه يعني لازم يكون فيقلها معايير معينة وأعطاني إيش إذا ويت تعمل هاي العملية اسأل اقرأ شوف راجع أكتر من طبيب واللي بترتاح عنده اعمل عنده وسلامتكم